أهم أخباري اليوم في المختصر أهلا بكم وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى أخذ الجرعة المعززة بشكل عاجل أكد منصق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الوزارة تلح في دعوة المواطنين إلى تلقي الجرعة المعززة بشكل عاجل كما تدعو كل الأشخاص الذين تفوق أعمارهم ستين سنة والذين يعانون من أمراض مزمنة إلى أخذ جرعة تفكرية من اللقاح بعد مرور ستة أشهر من تلقي الجرعة الثالثة من أجل الرفع من مستوى المناع وزير الفلاحة يتهم وسطاء بزيادة أسعار أضاح العيد أكد محمد صديقي أن بعض الوسطاء يزيدون في شعر أضاح العيد مبرزا أنه ليست هناك أي تغييرات في الأسعار مقارنة مع السنة الماضية ومشددا على ضرورة معاينة الأسواق التجارية الكبرى لمقارنة أثمنة الأضاح فيها مع ما يتم عرضه في أسواق الماشية المغرب يعيد تشغيل محطتين لتوليد الطاقة بعد وصول الغاز الطبيعي كشف بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أن المغرب سيعيد تشغيل محطتين توليد الطاقة ذات الدورة المركبة بكل من تهدارت وعين بن مطهر باستخدام الغاز الطبيعي المسال المستوردي من السوق الدولية والذي يتم تأمينه بواسطة أمبوب الغاز المغرب العربي أوروبا من خلال الربط المشترك للغاز بين المغرب وإسبانيا وفق تدفق عكسي وزير التعليم العالي يحاور طلبة أوكرانيا قبل امتحان الإدماج أكدت مصادر مطلعة أن مسؤولين بوزارة التعليم العالي تواصلوا مع ممثلية طلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا بغية استدعائهم لحضور لقاء سيُعقد هذا الأسبوع بحضور الكاتب العام وعمداء كلية الطب والصيدلة لمناقشة الحلول والخيارات المطروحة النيتو يوقع بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا للحلف وقعت الدول الثلاثون الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ببريكسل إجراءات انضمام كل من فنلندا والسويد إلى النيتو وأكد الأمين العام للحلف أن النيتو سيصبح أقوى بعد هذه الخطوة مشيرا إلى أن الباب سيظل مفتوحا أمام الديمقراطيات الأوروبية المؤهلة والمستعدة للمساهمة في الأمن الجماعي نهاية المختصر للمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء